اهلا بكم من المساء شهدت الازمة اليمنية خلال الايام القليل الماضية العديد من التطورات التي قد تنبئ ببداية تسوية سياسية تنهي الصراع في البلاد فترحيب كويتي باستضافة جولة محادثات سلام جديدة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين واتباعهم ثم حديث عن منتصف الشهر المقبل موعدا لتلك المحادثات هذا وقد وصف المبعوث الدولي لموحثاته في صنعا بانها كانت ايجابية اضافة الى اعلان متحدث باسم التحالف الدولي قرب انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في اليمن واخيرا التهدئة على الحدود السعودية اليمنية التي تمت بوساطة قبلية كلها علامات قد تشير الى قرب تسوية سياسية لا يجد الحوثيون منها مفرا بعد الخسائر التي يتكبدونها على الارض يوما بعد اخر الحديث حول هذا المنضوع ينضم الينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي مانع المطري كما ينضم الينا من الكويت الكاتب والباحث السياسي محمد السبتي اما انتم مشاهدين يمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح اسلتكم واستفسراتكم على تويتر وايضا فيسبوك اذا ارحبك سيد محمد من الكويت وابدا معك كما اشرنا في المقدمة ترحيب كويتي باستضافة جولة محادثات جديدة قبل في الساعة الماضية على رويترز تم نقل ان مسؤول يمني كبير يقول ان الجولة قريبة من الانقاد وربما في منتصف ابريل القادم حديث عن هدنة وايضا التحالف مؤخرا اعلن عن انتهاء العمليات الرئيسية العسكرية في اليمن الى اي درجة يمكن ربط كل ذلك بجولة حوار جادة هذه المرة بلا شك انه بات من المؤكد من المؤكد جدا انعقاد هذه الجولة في الكويت وتحديدا في 14 من الشهر القادم حسب الاعلانات المتواترة والمتوافرة الى هذه الساعة واعتقد ان الحوثي والقوات العسكرية التي تتبع المخلوع باتت مضطرة الى مثل هذه الجولة من المفاوضات حتى تخرج على الاقل بماء الوجه وهنا يجب ان نؤكد ان قوات الدول التحالف والسياسة الخليجية لم ترنوا يوما ولم تنهج يوما لا الى اقصاء الحوثيين من العملية السياسية ولا الى ابادتهم كان الهدف الاوحد لمثل هذه الضربات ان يكون الحزب الحوثي حزبا سياسيا عاملا في اليمن مثله مثل باقي الاحزاب اما ان يحمل السلاح ويفرد سيطرته بالسلاح على الاراضي اليمنية ويحتل المؤسسات العسكرية وقصر الحكم هذا ما كنا نحاربه العنوان العريض من استنساخ حزب الله في اليمن لذلك ان رجع الحوثي وقوات المخلوع الى الالتزام بقرارات مجلس الامن وممارسة العملية السياسية كأي حزب فالمفاوضات هو الحل الوحيد حتى يمارس هذه الحياة السياسية داخل اليمن طيب سيد مانع هذا يدفعني لسؤالك هل يمكن ان يقبل الحوثيون كحزب سياسي بعد كل ما تم اتفهم ان في مرحلة ماضية كان ذلك متاحا لكن هل يمكن ان يقبل ذلك كجزء من التسوية السياسية لدى الاطراف اليمنية بكافة تعددياتها نعم بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد الحكومة اليمنية موقفها واضح انها تحارب من اجل مخرجات مؤتمر الحوار الوطن الشامل والذي يضمن شراكه لكل الاطراف السياسية بما فيها جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبية العام حزب الرئيس السابق اعتقد انه بتطبيق مخرجات الحوار ستطيح لجماعة الحوثي والمؤتمر الشعبية العام المشاركة لكن هناك تأثير جديد او مخرج جديد هو مخرج هذه الحرب اعتقد ان الحكومة اليمنية الان ستتعرض للمسائلة الشعبية امام شعبها في حال قبلت ان تشترك مع من تلطقت ايادهم بالتماء في الحكم سيكون الجماعة الحوثي كمكون سياسي شرك اساسي برحكم لكن هناك اسماء بالزة ظهرت انها اوغلت في دماء اليمنين لا اعتقد انه من الصواب ان يكون لهم حق في الممارسة السياسية بل ان يجري عليهم تطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي كان مفترض ان يصده الرئيس هادي واعتقد انه قريبا سيتم اصداره بمجرد انتهاء هذه الحرب ويطبق على كل الاطراف من اوغل في دماء اليمنين لا يمكن ان يكون له بيئة تناسبه للعمل السياسي طيب الا تعتقد سيد محمد ان هذه النقطة ستكون اساس او ربما مشكلة اساسية في طريق الوصول الى حل بين الحديث عن تسوية وايضا حقوق سياسية ولكن كثير من الاطراف اليمني قد ترفض ذلك تماما ان يكونوا جزء من المشاركة السياسية في مستقبل اليمن لا احد طبعا ينكر وجود صعوبات وصعوبات كبيرة جدا سواء باشتراك من نزعم ونظن ونعتقد انهم ارتكبوا جرائم حرف اليمن كالحزب الحوثي مثلا اشتراكهم في العملة السياسية كل هذه العقبات والصعوبات لا تمنع ابدا في عالم السياسة من اجراء مفاوضات متى ما التزم هذا الحزب وهذه القوات التابعة للمخلوع بمخرجات قرارات مجلس الامن وغيرها اليوم سيد الفاضل الخليج عندما ينحو مثل هذا المنحة الى عقد مثل هذه المفاوضات والقبول بها بعد ان يعلن الطرف الاخر التزامه بسحب السلاح انما نتكلم عن طرف مسئول عن طرف يتخذ مثل هذه المبادرات من واقع مسئولية نحن في الخليج وكذلك الحكومة الشرعية في اليمن تتكلم من واقع مسئولية تجاه الشعب اليمني لذلك تلتج الى المفاوضات امام حزب اخر وامام قوات مخلوع بلا اي شك انه لا يملك خطوط حمراء وليس له اي مسئولية تجاه قراراته وعلى استعداد هذا الحزب الحوثي وقوات المخلوع ان يهلك جميع ابناء الشعب اليمني وتنهدم جميع ابناء التحتية من اجل تحقيق مآربة اخرى لذلك كل عنوان يجب ان نناقشه نضعه بين قوسين كبيرين ان هناك مسئولية نحسها نحن في الخليج ويحسها يعني ابناء الحكومة الشرعية الذين وقفوا ضد الانقلاب تجاه شعبهم في اليمن وتجاه شعبنا كذلك وتجاه هذه البنية التحتية التي باتت ترتكب فيها المجازر من قبل هذه القوات هذه المسئولية لعلها يعني تغفل العين عن بعض المواقف وتدعو الى الجلوس الى طاولة المفاوضات بلا شك انها مشروطة بالتزام الحوثي وقوات المخلوع بالخروج من المدن التي سيطروا عليها والافراج عن السجناء والذهاب الى صعدة ونزع السلاح كل هذه الشروط المطروحة نقاشيا بين الطرفين طيب سيد مانع هل هناك اي بوادر للالتزام بهذه الشروط التي تضعها الحكومة أساسا للبدء بأي حوار أم أن هذه الشروط ربما يمكن تأجيلها للبدء بحوار لإيجاد حل هناك توضيح فقط الحكومة اليمنية ليس لديها شروط للخوض في مشاورات قادمة هي منذ البداية كانت تعلن أنها على استعداد الذهاب لمشاورات من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني في أي زمان تطبيق تطبيق بنود القرار الدولي نعم نعم تطبيق بنود القرار الدولي لكن هناك مسألة مهمة متضبطة بالجاهزية للحوار الجاهزية للخوض في مشاورات الحكومة اليمنية تقول أن تحقيق الجاهزية ينبغي أن يبنى بناء على مخرجات جينيف الثنين التي توافق عليها الطرفان وهي الإفراج على المعتقلين والالتزامات التي التزبت بها الميليشيات الانقلابية في مشاورات بييل في سويسرا هذه الالتزامات لم يتم الالتزام بها من قبل الانقلاب وهذه ستكون عقبة أمام المبعوث الدولي وأمام طرفي الصراع الآن أن يثبتوا جدية في أنهم على استعداد وأنهم حققوا جاهزية معينة للخوض في مشاورات فعلية وعملية لبدء وضع آلية تنفيذية لتنفيذ قرار منسل أمن 12-16 وعودها العملية السياسية إلى مزارها هل يستطيع الحوثيين وعلي عبد الله صالح أن يحققوا جاهزية ويحققوا ثقة لدى المجتمع الدولي ولدى خصومهم الآن بأنهم جاهزين للخوض في هذه المشاورات إلى الآن لا توجد بوادر إيجابية في ذلك لكن أعتقد أن الحكومة اليمنية متحمسة كثيرا للخوض في مشاورات لأنها كما قال ضيفك الكريم تتعامل بمنطقة المسؤولية تجاه الدم اليمني طيب سيد محمد وزير الخارجية اليمنية تمنى أن تكون الكويت المحطة الأخيرة لإيجاد الحل للأزمة في اليمن ووصف الكويت بأنها موقع تصالحي قد يشكل دافع لقبول الحل بين الأطراف أفهم وجهة نظر الحكومة من أن تكون الكويت موقع تصالحي لكن كيف ينظر الحوتيين وصالح والكويت هي طرف في التحالف الذي يعمل ضد أجندتهم دعني هنا أؤكد مسألة مهمة إلى عموم الشعب الخليجي أن الكويت لن تخرج أبدا عن النسق السياسي الخليجي المشترك وأزعم هنا أن الكويت لم تبادل هذه المبادرة أو توافق إلا بموافقة وتنسيق خليجي مشترك فالخليجيون سياسيا يجدون تبادل الأدوار ما بين محارب وقابل لمثل هذه المفاوضات على أرضه نعم الكويت كان طرفا رافضا للإنقلاب واقفا مع الحكومة الشرعية إلا أن هذا لا يعني أبدا أن لا تكون محلا للتفاوض يعني في الأزمة اليمنية وذلك كله من واقع مسؤولية دعني هنا أستذكر حادثة مهمة الكويت العموم يعني يشير إليها على أنها تقف على الحياد وأنا أقول لا الكويت تعرف أن تحافظ على التوازنات داخل الأقليم هنا أنا أستذكر أن الكويت كان لها يعني عصى السبق عندما استضافت مفاوضات عام 1972 لما وقعت الحرب الأهلية بين اليمنين وكانت معاهدة السلام التي وقعت بين اليمن الشمالي والجنوبي قد عقدت ووقعت داخل أرض الكويت بعد أن رعت كثير من الجولات المفاوضات بين الأحزاب وبين الدولتين لذلك وأنا أجد في هذا يعني أن اليوم أصبح وفق المشهد الأقليم العام أصبح الحوثي والانقلابيون يريدون مخرجا حتى يلتزموا بما لم يلتزموا به طوال هذه المدة ويخرجوا لعل يقول يخرجوا بما ألوج لذلك كان الكويت مؤهلة لهذه العلاقة ولا لهذه المكانة وفق تنسيق خليجي مشترك بلا شك طيب يعني إذا كانت الكويت مؤهلة وعقد هذا الحوار سيد مانع يعني أكثر المتشائمين من الجولة الأولى للأطراف اليمنية في جينيف والجولة حتى الثانية لم يكن يتوقع أن تخرج بذلك الشكل ولم تحرز أي تقدم ما الفارق هذه المرة إذا عقدت جولة جديدة للمباحثات في اليمن هل هناك أرضية لنجاح وما هي النقاط التي تضمن ذلك؟ نعم أعتقد أن المعطيات على الأرض ستغير كثيرا من نفسية المتحاولين الواقع على الأرض أن الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تسيطر على غالبية الأراضي اليمنية الواقع على الأرض يقول أيضا أن القوات الوالية لعلي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي لم تعد بتلك القدرة العسكرية التي تستطيع أن تربك المشهد أو أن تخلط الأوراق لا زارت مسيطرة على بعض المناطق اليمنية لكنها ليست قادرة على أن تحقق أي تقدم بالعكس هي كل يوم تفقد مواقع جديدة كل يوم تنفذ منها الذخيرة تنفذ منها الكميات الأسلحة تتناقص بشكل كبير قدرتها على تقديم الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها كسلطة أمر واقع تتآكل بشكل يومي الوضع الاقتصادي للناس يؤدي إلى تصاعد حالة الرفض الاجتماعي لهم في المناطق المسيطرة عليها هذه كلها أوراق تجعل الطرف المفاوض يدرك أو يحسب لها حسابا ويكون على استعداد تقديم تنازلات نحن نرحب بهذه التنازلات عندما يتم تقديمها رغم أنها أتت متأخرة كثيرا بعد أن تآكلت البلاد وتم تدمير معظم بنانا وقدراتنا كشعب لكننا إذا اتفقنا نستطيع أن نعيد بناءها وأن نعيد عجلة الإنتاج إلى المسير قدما لكن هل هناك هذه الجاهزية من قبل الحوذيين هل وعوا الترس وتعلموا أنه لا يمكن أن يكون السلاح هو أدالة تحقيق مكاسب سياسية وأن السلاح ينبغي أن يكون محتكرا لدى الدولة هذه هي التلوس التي ينبغي أن تتعلمها الأطراف من الحرب وأن توجد الآن الحل السياسي الذي يعيدنا إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هذه الجاهزية ربما يمكن ربطها بإيران سيد محمد السبتي من المعروف أن إيران هي الطرف الداعم دائما لأجندة وتحركات الحوذيين هل القبول بالحوار في هذه المرحلة يمكن ربطه بالإنهاك الإيراني الناتج عن تدخلاتها في شؤون المنطقة وأيضا الحزم الخليجي الأخير أمام هذه التدخلات إيران هي ذاته ولب المشكلة أن صدق قولنا باعتقادي أن هناك مشهد عام أقليمي يجب أن نقرأه صحيح اليوم هناك تصريح للرئيس الإيراني يجري صراحة مؤتمرا ويقول بالنص مللنا التوتر في المنطقة تبعه بعد أسبوع أو أقل من أسبوع تصريح لوزير خارجيته يؤكد ملل إيران من التوتر داخل المنطقة يجب أن نعي المشهد في عموم دول الأقليم هناك قرار من السيد السيستاني المرجع الشيعي في العراق بعدم التدخل في السياسة يعلم الجميع أن مقتدى الصدر المناهض للسياسة الإيرانية أخيرا أقام ما يسمى بثورة الياقات البيض وهو يعني يهدد باحتلال المنطقة الخضراء لم يستجب إلى طلباته الانسحاب الروسي مثلا كثير من المشاهد تؤكد أن إيران بدأت تخسر على أرض الواقع أحد أسباب هذه الخسارة أنها رأت قوة خليجية مشتركة باتت تعمل أن هذه القوة الخليجية استطاعت بناء تحالفات وفتح مجالات تحالفات مع كثير من القوى العالمية هذه القوى نعم أقولها من يقرأ المشهد السياسي في دول الأقليم إيران بدأت تعي مخاطر هذه التدخلات العبثية في دول المنطقة ينعكس هذا تلقائيا على الانقلابيين في اليمن لأنهم لولا هذا الدعم الإيراني لما قاموا بقوة السلاح بفرض سيطرتهم على البلاد إن استطعنا أن نرى المشهد من الأعلى بهذه الصورة أقول نعم لعل المفاوضات اليوم وفق تراجع بالتصريحات إيراني وكسر أجنحتها في كثير من دول المنطقة كسوريا والعراق واندحار قوات الحوثي وضربه في اليمن ليس لنا إلا أن نتفائل لا يملك الإنسان وفق مسؤوليته تجاه أخواننا وشعبنا في اليمن وبنياهم التحتية إلا أن نتفائل أن هذا الحزب وهذا الانقلابي سيرجع إلى حديث العقل الذي يجب أن يعيه كل إنسان ويترك سلاحه للدولة ويمارس العملية السياسية كما يمارسها باقي السياسيون بالحديث عن التفاؤل سيد مانع يعني ولد الشيخ خرج من صنعاء متفائلا وأكد أن الحوار مع الأطراف هناك كان إيجابيا لكن الدور المطلوب الآن على الأمم المتحدة وهي أدارت جلستين أو دورتين للحوار لم تنجح في إحراز أي تقدم ما هي الأخطاء التي يجب أن لا تسقط فيها الأمم المتحدة لجعل الحوار هذه المرة إن عقد في الكويت ناجحا باتجاه الحل أولا على المبعوث الأمم المتحدة وفريقا أن يتلافى ما حدث من أخطاء في الجولتين السابقة ينبغي أن لا يكون لقاء الكويت مجرد لقاء لتبادل الخواطر بين طرفين متخاصمين يطلب من كل الأطراف أن تأتي ولديها أوراق جاهزة أوراق عمل جاهزة عن من الذي تريده بالضبط ما هي الآلية التي تراها مناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة حسب ما أعلم أنا أن الحكومة اليمنية شكلت لجانوها عدت أوراق مكتملة في هذا الجانب وستذهب إلى الكويت وهي جاهزة بكل المعطيات وكل الوثائق التي تمكنها من الخروج بحلول إيجابية نتمنى أن يكون الطرف الآخر أيضا متحلي بالمسؤولة في هذا الجانب وأن يأتي بأوراق جاهزة عن من الذي يريده نجد أن يكشف عن من الذي يريده حتى نصل معه إلى اتفاق معين ونخلج البلد من هذه المأساة التي تعيشها بشكل يومي أما أن يأتي الوفد فقط وهو ينتظر التعليمات أن تأتي إليه من مران أو من قوى إقليمية فهذا أعتقد أنه سيكون نوعا من العبد يجب أن يأتي الوفد إلى الكويت وهو مفوض تفويض كامل لعقد اتفاقات لا أن يبقى ملتبطا بالملجعيات مثلما فعلت الحكومة اليمنية أن شكلت وفدا وعطته تفويض كامل لاتخاذ قرارات طيب سيد محمد أهمية هذه النقاط بالفعل أن يكون لكل طرف حاضر على طاولة النقاش القدرة على الحسم للوصول إلى حل وخطورة عدم إقرار الحل أو ملامح بداية الحل في هذه الجولة المقبلة على مستقبل الأزمة في اليمن لا أعتقد أن الحكومة الشرعية وقوة التحالف متراجعة عن تحقيق ذات الهدف الهدف منع استنساغ حزب الله في اليمن الهدف منع أن يسيطر حزب أو ميليشيا بقوة السلاح على جميع المكونات إن لم تأتي هذه المفاوضات بنتائج فأصبح الإنقلابيون يكتبون نهايتهم العسكرية بأيديهم لن يتراجع الخليجيون ولا قوات التحالف ولا الحكومة الشرعية عن هذا الهدف إن لم تنجح تلك المفاوضات أقول إن كانت المفاوضات سنجني منها خيرا فيجب أن ننطلق من أرضية مشتركة هذه الأرضية المشتركة إن كانت برعاية الأمم المتحدة فهي قرارات مجلس الأمن الذي يجب أن تحترمه كذلك الأمم المتحدة أو مخرجات المؤتمر الوطني الذي وافق عليه اليمنيون أما إن جاءت الأمم المتحدة وهي تريد أن تساوي المعتدي بالمعتدى عليه منطقيا أن تلك المفاوضات لن تنجح يجب أن نقول للمعتدي أنت معتدي أخطأت في واحد اثنين ثلاثة هناك قرارات يجب الالتزام فيها ثم ننطلق من هذه الأرضية المشتركة إن لم يكن يعلم الجميع قوات التحالف الحكومة الشرعية في اليمن لن تتنازل عن حقها من إرجاع اليمن لليمنيين دون أن ينفرد شخص بحمل سلاحه ويسيطر على الباقي أشكر كذلك سيد محمد السبتي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الكويت وكل الشكر لضيفي من الرياض سيد مانع المطري الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لكما مشاركتنا هذا الحوار